سابوا الدنيا كلها وراحوا المسجد يعملوا فرحهم هناك أغاني ورأسه والدنيا مهياصة على الآخر حكاية غريبة الفيديو مصير للجدل عن حفل زفاف بمحيط جامع محمد علي بالقاهرة طب إيه حكاية الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بخصوص حفل الزفاف بجامع محمد علي وإيه رأي الجمهور في اللي حصل؟ كل ده أكتر نعرفه مع بعض في الفيديو ده بقلنا كم يوم كده وفي فيديو مسيطر على ترند السوشيال ميديا ولنشرين الفيديو ده بيقولوا إنه الحفل زفاف داخل جامع محمد علي بالقاهرة ومن وقت ظهور الفيديو والدنيا مقلوبة والكل بيتكلم عنه انتقادات كتير للعرسان ومعزيم الفرح نفسهم ده بخلاف القائمين على المسجد كل دول في مرمى الانتقادات مع إن الحقيقة غير اللي تم ذكره خالص على السوشيال ميديا طب إيه حقيقة الكلام اللي انتشر على السوشيال ميديا بخصوص مسجد محمد علي؟ زي ما شفتوا وعرفتوا خلال الجزء الأول من الفيديو فيه كلام على السوشيال ميديا إن جامع محمد علي بالقاهرة اتعمل فيه فرح وكان في الفرح مزيكة ورأس وعلى حسب الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا فكل ده اتعمل جوة الجامع ودي معلومة غير دقيقة وفيه جزء واجب تعرفوه قبل ما حد منكم يفهم الفيديو غلط الحقيقة إن الكلام اللي تاله على السوشيال ميديا ده غير دقيق وإن ما فيش فرح ولا حاجة اتعمل داخل مسجد محمد علي وكل اللي حصل كان حفل كاتب الكتاب بين العريس والعروسة وحد للحفلة طبعا عدد كبير من أهلهم وصحبهم القريبين يعني منهم وده بيحصل عادي في أي مكان بيتم فيه كاتب الكتاب اليومين دور اللي مش عادي وغريب أيوة انتم ممكن تشوفوه غريب شوية وهو أن بعد الحفلة اتعامل فوتو سيشن للعريس والعروسة حد فيكو هيشك ويسأل إزاي عملوا فوتو سيشن في المسجد والحقيقة أنهما ما عملوش الفوتو سيشن في المسجد ولا حاجة كل اللي اتعامل ده من كاتب الكتاب والتصوير وغيره اتعامل داخل بهو المسجد نفسه الساحة يعني لقدام الجامع والساحة دي كبيرة ووسعة ومن الوضح كده أنه بيتعامل فيها النوع ده من المناسبات زي ما بيتعامل في أماكن كتير في بلدنا وعلى فكرة في شركات كتير وأشخاص كتير شغالين عن نوع ده من الحفلات وتنظيمها حتى فيه إعلانات على الفيسبوك للشركات بتقول أنها بتنظم حفلات كاتب الكتاب داخل بهو مسجد محمد علي بالقاهرة يعني الموضوع مسموح به وعادي وكل اللي اتقال على السوشيال ميديا أن حفل الجواز ده اتعامل داخل الجامع نفسه الكلام ده غلط تماما أن الحقيقة زي ما ذكرناها كده أن كل اللي حصل كان حفل كاتب الكتاب وفوتو سيشن للعرسان بعد الحفلة في بهو المسجد والأمور خلصت على كده في النهاية بقى أنتوا إيه رأيكم في اللي اتقال على السوشيال ميديا والحكاية الغريبة اللي قالوها عن حفل زفاف كامل داخل المسجد أنتوا بقى اكتبونا رأيكم في الكومنتات ولو أنتوا مكانهم هتعملوا الفوتو سيشن برضو في المسجد ولا فين؟ اشتركوا في القناة